تحيات اخوة وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بألف خير والف صحة دايماً يا رب معكم وماريا ومالكنات اكرر بنفس. ماري كريسموس. آآ النهاردة زي ما معدت لكم في حلقة الفاسلوبتال اللي فاتت آآ هعمل لكم حاجة دايماً بتدوروا عليها ودايماً حسينها صعبة او مش اقتصادية او ده ولا اي حاجة. النهاردة هنعمل كوكيز الكريسموس بالعسل الاسود والجنزبيل. حاجة كده عظمة طرق تزينه كتير وحاجات كتيرة جداً بس آآ النهاردة هتديكم الطريقة السليمة. ليه? العجينة ازاي تكون مظبوطة آآ ازاي تكون ما تشققش معاكي تسويتها المظبوطة وطعمه طحفة ولونه موحد وكمان سر انه التسوية ما مايتغيرش شكله بعد التسوية بصوا محافظ على شكله وهش ونعم وتحفة جداً 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 حاجة كده روعة جميل جداً بجد تحفة يلا ندخل على حلقتنا بسيارات قبل ما ندخل ما تنسيش باشتراك وتفعيل زر الجرس واللايكات كتير للفيديو شاني ترفع وشوفوا غيركم يلا بنا. هنا عندي مئة واثماشر جرام بالزبط زبدة سيحة. حتى تقريباً نص كباية. وعندي امتين جرام عسل سود. انا عندي البترمان ده كان ربعمائة جرام اخدتوا نصهم. وعندي مئة جرام سكر عادي. هو ممكن تحطي او المفروض تحطي سكر بني بس ملووش اي اختلاف ليه لاني اصلاً حتى العسل الاسود فهديكي نفس اللون. هنضرب فيهم هنضربهم مع بعض لحد ما يوصلوا لللون اللي انت شايفها. بعد كده هنضيف عليهم بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. شفتي مش بقول لك اقتصادي وهنضرب كمان. هنفضل نضرب فترة حلوة كده كل ما نضيف حاجة نضرب علشان ندوب السكر معنا. تمام كده حبيبي? بس كده. بعد كده تعالي نشوف توابلنا اللي هي المميزة للكوكز. نص معلقة صغيرة ملح. آآ رشة جسط الطيب. آآ نص معلقة صغيرة قرنفل. معلقة ونص صغيرة ارفة. معلقة كبيرة جنزبيل. ومعلقة صغيرة بيكينج سودا. اي وركز معي. او واحدة فانيليا. تمام? هسيب لكول المقادير المزبوطة في صندوق الوصف مع روابط صفحاتي على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك اسمهم اكلة بنفس بنفس اسم القناة. هضفنا للمتوابل بتاعتنا المميزة لطعم الكوكز العالمي المشهور ده. تمام? بعد كده هنا عندي ربعمية وستين جرام دقيق متعدد الاستخدامات ومنخول اللي هو حوالي تلات تلات كبات لتلات كبات ونص. تمام? هنحط المقدار ده جنبنا منخوله كل حاجة بس هنضيف بشوش زي ما انتو شايفين بنضيف. وعجن بضيف وعجن. تمام? آآ لازم تنخل الدقيق كويس. وخلي المقدار جنبك لحد ما تشوفي. ما تزوديش عن تلات كبات لتلات اونص. انا هنا اخد تلات كبات بالزبط. طبعا كل المقادير بالكبات والمعالق المعيارية. هتوصل العجينة بالشكل ده. بتلزق تلزيق خفيف في ايدك. تمام? سيبت من اللي كنت بعجن بها ايد اللي بعجن بها. لا. بالايد العادية التانية بيلزق تلزيق خفيف. بعد ما خلصت وزبطت العجينة وطلعت من البولة بالتلز نجيب الغزائي ده. وهنلفه. نلفها كويس. ونريحها في التلاجة لمدة ساعتين او اكتر. كل ما ترتاح كل ما تبقى افضل خدي بالك. تمام? بعد ما ريحناها في التلاجة ساعتين وتلاتة انا كمان سبتها. هتجيبي ورقة زبدة فوق ورقة زبدة تحت. او عندك آآ ورق حراءة اي حاجة تفردي عليها ما بتلزقش. وهتفردي العجينة يعني بطريقة عادية خالص خالص تمام? آآ سماكة اقل من نص صمتي. طبعا. عندي الاطعات المشهورة بتاعة الكريزمس عارفينها آآ الشجرة آآ رجل الجنزبي البسكوت المشهور ببسكوت الجنزبي القلب دايرة. احجام كتيرة. انا عندي هنا حجمين كوباء حجم كبير واحجام كبيرة واحجام صغيرة. تمام? ادي العجينة اهو. هنا ده او آآ سانتا كلوز. تمام? آآ انا ما عملتش منه كتير بصراحة لانه بياخد وقت في التزيين وعايز الوان كتير وانا عايز اعمل لكم حاجة اقتصادية. لو عايزة مشروع من البيت الحاجات دي او كوكز الكريزمس دا او بسكوت العسل والجنزبي للمناسبات مش بس الكريزمس آآ ده بيتباع بالوحدة يا بنات. تمام? وتريق هي كل الفن فيه في طريق تزيينه. بس بيتباع بالوحدة مشروع بيتي مربح جدا جدا ومضمون بالوحدة على فكرة احنا عندنا كده بيتباع بالوحدة. تمام? بعد ما شكلته حشت الزيادات متخافيش الزيادات دي بنعجنها وبنعدها تاني. تمام? تشيليه بشويش خالص بشويش خالص تمام? وهتحطي نفس النظام انا مرضتش يعني اجيب لكم آآ موضوع الفرد سحك المهمة تفردي بين ورقتين زبدة. وتشكلي في معلومة مهمة وتريقة مهمة لازم تاخدي بالك منها. كل صنية يا اما مسلا الصنية بتاعتك هتعملي آآ بسكوت كبير هتعملي الاشكال الكبيرة يبقى كل الصنية تكون اشكال كبيرة. الصنية التانية هتعملي اشكال صغيرة يبقى كل اللي في الصنية اشكال صغيرة. علشان في التسوية ما يتحرقش معاك ما يبقاش في واحدة صغيرة او عايزة وقت اقل واحدة كبيرة فاهمني لازم خدي بالك من التركات دي. المقدار ده يا بنات ممتاز جدا ليكي كأسرتك. المقدار ده عمل لي من الكبير انا عملت مقدار مقدار آآ بسكوتات كبيرة ومقدار بسكوتات صغيرة. المقدار بسكوتات كبيرة عمل لي خمسة وتلاتين واحدة. انتم متخيلين بقولك مشروع مشروع مربح يعني. تمام? آآ البسكوتات الصغيرة يعدي الستين واحدة بكتير بصراحة ما عددتش لان الصغير آآ حجمها يعني صغيرة فعلا كبيرة ضعف. يعني على الاقل خالص لو بالصغيرة اقل حاجة ستين واحدة صغيرة بص انتم متخيلها ما تبصيش للواحدة الواحدة كبيرة محتاجة شغله خد بالك بس نتيجة تحفى دلعي اولادك. بعد كده حطتهم على الوصنية مفروش ورق حراري بعد استخدامه او تفرشيها ورقة زبطة. انتم عارفين مبدأ امه مريم ما بتحبش البسكوتات دهن تحتيها زيت. هتدخل لها التلاجة تريح قبل التسويه لمدة ساعة خد بالك من تركات التريح. بعد كده هتدخل لها الفرن على درجة حرارة 180 من 20 ل 30 دقيقة حسب فرن كان مشغالها فوق وتحت المروحة شغالة. تمام? وادي شكل التسويه اللي انت شايفها بصي تسويه مزبوطة جدا جدا فوق درجة يعني اقتاح اغمى سنة عن فوق. آآ بعد كده يعني وبصي والشكل ما تغيرش ولا تلع شكل آآ آآ خرافي كده ولا من المريخ ولا حاجة مزبوط جدا جدا. تمام? هنسيبه يبرد وبعد كده هنزينه. معلش انا طبعا مستحيل كنت اعمل حلقة التزيين مع حلقة البسكوت او الكوكيز لان صعب جدا. وقلنا دي حاجة مش بس عاملينها للعيد كمان لاصحاب المشاريع. فلازم حاجة آآ يعني على مهل كده. تمام? دي الاشكال اللي تزين به. دي الاشكال اللي هتشوفه بكرة. يعني ان شاء الله نزلكم الفيديو تاني يوم. بكرة. آآ علشان تشوفوا آآ الطريقة التزين والافكار الكتيرة لاني كوكيز المناسبات ده ليه افكار كتير تزين خدي في دماء حاجات كتيرة. دي تزين كريسمس. لو حبيت نعملكم مثلا آآ اشكال لتزين آآ المناسبات التانية سبولي رأيكم في الكومنتات. تمام? دي اشكال كتيرة جدا للتزين. استنوني في حلقة بكرة. النهارده قوموا عملوا الكوكيز وسبوه يبرد واستنوني في حلقة بكرة نزين. هعمل لكم الريل ايسنج او البنزين بيه بطريقتين. طريقة اقتصادية مليون في المية. وطريقة تانية هقول لكم عليها. تمام? في حاجة تانية هنقول على كل مميزات وعيوب كل طريقة. وطمعا معنا ضيفة انتم مستنين ضيفة لكم حلقتين الفاسيلو بتاودية. معنا ضيفة بكرة هي لها تزين. مش انا بس هعلق لكم بس حاجات بسيطة. واشرح لكم هي بتعمل ايه. تمام? شايفين الشغل? شايفين آآ بابا نويل او آآ آآ سانتا كلوز شاكلو طحفة. الضيفة دي ان شاء الله بكرة هتزين لكم بطريقة بسيطة. هتعملكوا اشكال بسيطة والاشكال الطحفة اللي انتم شايفينها دي. قونتوا اختاروا. اشكال الطحفة دي مش هكدب عليكم عايزة رسام. فانتوا اختاروا اختاروا اشكال بصوا يعني مثلا رجل الجنزبيل دوت زجزاج حاجات بسيطة. هقول لكم كل حاجة. وبامانة زي ما معوداكم هنقول على كل عيوب ومميزات كل مقدار. او كل طريقة للريال ايسنج. حاجة كده طحفة. اه مشروع من بيتك مضمون مية في المية. لو عايزة طرق تشكيل او تزيين للمناسبات. مسلا نعد جواز نجاح اي حاجة. سبولي في التعليقات وان شاء الله عمل لكم حلقة تانية. بص البسكوت طحفة. طحفة. ما ارمش وبيضوب كده دوابا. وطعم التواب الجنزبيل. حاجة كده روعة. روعة. وفي طرق تانية للبسكوت او كوكيز المناسبات ده برضو. لو عايزين سبولي رأيكم. بصوا جميل. وركزوا في الاشكال لان الاشكال دي بطرق مختلفة للريال ايسنج. حاجة اقتصادية وحاجة احترافية. وانتي اختاري اللي نسبك. انا هعمل لك كل طريقتين مزبوطين بكرة وانتي اختاري اللي نسبك. وطرق تزين بسيطة جدا تانية كمان. وهقولك على الافكار تانية كمان كتيرة جدا 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 جدا. بحيس اللي ما يريحكيش ما تعمله هوش عمال اللي ريحك. وفرح بيتك واولادك وفي العيد. وعملي مشروعك ومبسطي وما تنسونيش بدعوة حلوة. آآ لان الموضوع ده صعب جدا اخدت شغل كتير والتصوير كان مرهق فعلا للطريقة دي بس عشان اطلع لكم حاجة احترافية مزبوطة ان شاء الله تنال اعجابكم. وننسوش الضفة اللي معانا اللي بكرة وادعو لها من قلبكم. ويارت لو وصلتم مع الحد هنا متنسوش باشتراك وتفعيل زر الدرس ولا كاتل كتير للفيديو.